موسيقى أهلا بكم الجديد مشاهدينا يعني ناخد هذا التقرير عن فعالية طبعا محلية حيث عقد القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي الملتقى الثاني لمقاومة التطبيع تحت عنوان مقاومة التطبيع مصلحة وطنية وكرامة إنسانية وذلك بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الطاقة ولجان مقاومة التطبيع التفاصيل مع تقرير زميلتنا ملاك ياسين ما تكون المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط محلي أو دولي قائمة بحد ذاتها على روافد ومصادر التطبيع بشكلها المباشر فإنها تكون ذو أبعاد مختلفة على المدى البحيدة باعتبار التطبيع عودة مزعومة لوضع معين كان يوما ما طبيعيا من هنا كان للقطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي عقده للملتقى الثاني لمقاومة التطبيع وذلك تحت عنوان مقاومة التطبيع مصلحة وطنية وكرامة إنسانية هذه هي المرة الثانية التي يتداع فيها القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي لعقد هذا المؤتمر حماية الوطن ومجابهة التطبيع ضرورة وطنية ومصلحة بشرية ونحن نعتقد أنه في ظل الظروف التي تمر بها الأمة عموما وقضية فلسطين تحديدا هذا يرتب علينا نوع من الاستحقاقات وفي أولوياتها مجابهة ومحاربة هذا التطبيع الذي يعتبر من أفتك الأسرح التي تفتك بالأمة في ظل هذه الهجمة الصهيونية الشرسة وهذه التطلعات للوصول إلى عمق العواصم العربية من خلال الهرولة الرسمية لأنظمة عربية وهرول باتجاه التطبيع الممنهج مع الكيان الصهيوني هذا وقد حضي الملتقى بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الاقتصاد والزراعة والمجال الأكاديمي والعلمي ومجال الطاقة الوطنية والسيادية للطاقة في الأردن ومصادرها والبدائل المتاحة يعني إحنا من أكد دائما أن الأردن غني في الطاقة وهذه من ظلنا نأكد هي طاقة سيادية ووطنية وبتشغل أبنائنا الأردنيين وليس أبناء الأجانب وتحديدا أبناء الصهينة عندنا العديد من المصادر نبدأ في المصادر الطاقة المتجددة إن كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح ونتكلم أيضا على وجود الصخر الزيتي وهو طاقة وهي طاقة أحفرية ويعني المخزون في الأردن يكفي الأردن حتى 400 سنة وهذا مثبت من سلطة مصادر الطبيعية والشركات الأجنبية وأيضا نتكلم عن وجود ميناء الغاز المسال هذا الميناء تم بنائه في 2015 وهو سيادي ويمكن الأردن أن تتعاقد مع أي شركة مزودة للغاز المسال علينا جميعا إحنا كأردنيين أن نؤكد بأنه إحنا نطالب جميعنا في طاقة مصادرها تكون سيادية ووطنية وتشغل أبنائنا الأردنيين ونرفض الطاقة من الغاز التعاقد مع الغاز الإسرائيلي أو غاز الكيان الصهيوني نرفض المشروع الناوي الأردني نفرض مشروع ناقل بحرين ونؤكد بأنه لدينا في الأردن مصادر كثيرة أردنية بينما كان الهدف الأسمى لهذا الملتقى أن يكون هناك مقاطعة واضحة لمنتجات الكيان الصهيوني بمختلف أنواعها باعتبار التعامل معها أكبر خدمة تقدمها الأنظمة العربية لهم من حيث دعم المنتج وتعزيزه في أسواقنا وبدورهم أكدوا على ضرورة مكافحة التطبيع في القطاع الزراعي وتعزيز المنتج المحلي بهدف السيادة على مواردنا ودعمها لتكون منافسة وحاضرة في السوق المحلي بدلا من المنتجات المستوردة هذه الجلسة كثير مهمة وبتيجي بوقت كثير التطبيع عم بزيد فيه بالأردن إحنا دورنا أنه ما نعطي شرعية للكيان الصهيوني واحدة تاني شيء ما نعزز الاقتصاد تاعه والثلاثة أنه نؤذيه بخسرات اقتصادية ومعنوية اللي هي ممكن تضغط عليه أنه نقدر نحصل على حقوقنا في الأردن وفي فلسطين دعم المنتج الأردني والمزارع الأردني بحيث لا تدخل المستوردات الإسرائيلية لأردن وتضغى على المنتج الأردني هذه واحدة تاني شيء يجب أن نكون هناك رقابة على التاجرين بحيث يكون هناك ملصق للمنتجات اللي داخلة من إسرائيل هذا هناك في قرار تلعب في 2011 هم ملزمين يحطوا هذا اللاصق هاي تاني شيء تالت شيء أنه عليهم شروط قبل الاستيراد ما يعطوا رخص استيراد بسهولة يجب أنه ما يكون في من المنتج موجود بالبلد عشان يقدروا يدخلوه تاني شيء هم بيقولوا أنه ما يكون منتج المستوطنات بس احنا منلاحظ فيه تهريب جدا كبير عم بدخلوا على البلد يجب أن يكون هناك رقابة مشددة على موضوع البضائع الزراعية الداخلة من الكيان الصهيوني للأردن وللعلم أن البضائع الزراعية هي من أكثر أو من أكثر البضائع التي تأتي على الأردن من الكيان الصهيوني حيث شهد الملتقى تفاعل الحضور والمشاركين حول موضوع مقاومة التطبيع باعتباره ضروريا ونهج حياة مهم إلى أنه غير كاف إن لم يكن هناك مبادرات وتحركات جماعية منظمة تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن فخرين اليوم أن الأردن تقاطع شاركت في هذا الملتقى المهم وركزنا على ثلاث نقاط أساسية الأولى هي المقاطعة الشعبية للبضائع الزراعية والاستثمار في الزراعة الأردنية والمقاطعة الشعبية لأي محاولات تطبيعية أكاديمية ثقافية رياضية سياحية وطبعا قضية الغاز وكيف علينا واجب أنه الاستثمار بالطاقة الشمسية بداية بخزنات الشمسية لكي نقاوم الصفقة أيضا وطلع هذا الملتقى بتوصيات مهمة منشجعها ونرحب فيها وأخيرا أكدنا أنه المقاطعة والعمل الجماعي للمقاطعة هو مش حكر على أي جهة أو حزب واجب علينا جميعا وفي نهاية الملتقى ثمن المشاركون جهود المبدولة لكافة المؤسسات الوطنية والعالمية وجهود الفردية العاملة في مجال مكافحة التطبيع تهيين كافة الشعب الأردني إلى مزيدا من الوعي حول أهداف هذا التطبيع الاستعمارية والاقتصادية إضافة إلى مزيدا من الجهود لتصحيد العمل وصناعة موقف مؤثرا على سياسات الدولة ومؤسساتها التطبيعية إذن نشكر زميل الملاك ياسين على هذا التقرير وبعد التقرير إن شاء الله فقرة طبية وتقنية الصوف تيشو ليزر في علاج الكثير من الأمراض الفموية والسنية اشتركوا في القناة